التبرع السخي من قبل الصين لأكثر من 65 دولة في العالم باللقاحات المضادة لكوفي 19 وتوفير ألاف الجرعات لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يؤكد ترجمة الصين الفعلية لمبدأ جعل اللقاحات منفعة عامة عالمية إيجاد اللقاحات المضادة لهذا الفيروس هي كذلك منفعة عامة لحد من الخسائر سواء كانت البشري أو الاقتصادية التي عنها من العالم على مدار العامة المنصر لذلك فإن وجهة النظر الصيني في هذا المنطلق أي التوجه لإيجاد هذه اللقاحات بأسعار رخيصة في متناول الجميع هي طبعا تصبح في مصلحة الجميع على جميع الأسعر سواء كانت دول نامية أو دول متقدمة أو الغنية القيمة والمبادئ التي تقوم عليها الصين بالتأكيد على أن الإنسان في المقام الأول من اهتماماتها يعكس حرصها لعملي والفعلي على جعل اللقاحات المضادة لكوفي 19 منفعة عامة عالمية هذا شيء مفخرة الكلام والرؤية هاي تنسجم انسجام كامل مع من يضع الإنسان أولا وليس الربح والخسارة ما قدمته الصين كان شيء رائع جدا إنها تدعم وتقول أنه كوفيد واللقاح والتطعيم أنه يكون مجاني أو شبه مجاني أو رقيص لتناول الدول الفقيرة كان عشي عظم ويرى المختصون بشؤون الطبية والصحية أن دعوة الصين للدول والشركات المصنعة للوقاحات بتوفيره بما يمكن الدول النامية والفقيرة الحصول عليه تأكيد على تفميت مبدأ العدالة الصحية للجميع دائما هي سباقة في مساعدة الدول العالم الثالث وعم بتحاول تساعد الجميع سواء في عاسيا في أفريقيا حتى بعض الدول الأوروبية فكونها قدمت مساعدات وهالمطعم لهاي الدول بعد بداية خير ومنفعة عالمية بعين الفخر والرضى الكبير ينظر المختصون في المجال الطبي لما طرحته الصين من جعل اللقاحات منفعة عامة عالمية مؤكدين أن الإنسان يأتي في المقام الأول من الاهتمام الصيني على مستوى العالم محمد الصانوري سي جتان العربية مدينة البيري